بمجرد أن تم الإعلان عن نتائج مسابقة مالكة جمال الجزائر حتى اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بوابل من التعليقات السخرة والغاضبة من النتيجة خديجة بن حمو مالكة جمال الجزائر لسنة 2019 هذا ما أسفلت عليه نتيجة مسابقة معاييرها غير معروفة صورة المتوجة بلقب مالكة جمال الجزائر تصدرت الأخبار التي صنعت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدل امتد صداه إلى الصحف العربية أسئلة عديدة تنقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول نتيجة مسابقة ولعل أهمها تلك التي تتعلق بالمعايير غالبا ما تكون مسابقات الجمال في مختلف دول العالم محطة اهتمام وارض الكل بنتيجاتها لكن في الجزائر ما تزال نتيجة كل مسابقة جمال خارج توقعات الجمهور بمجرد أن تم الإعلان عن نتائج مسابقة مالكة جمال الجزائر حتى اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بوابل من التعليقات الساخرة والغاضبة من النتيجة خديجة بن حمو ملكة جمال الجزائر لسنة 2019 هذا ما أسفلت عليه نتيجة مسابقة معاييرها غير معروفة صورة المتوجة بلقب ملكة جمال الجزائر تصدرت الأخبار التي صنعت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدل امتد صداه إلى الصحف العربية أسئلة عديدة تنقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول نتيجة مسابقة ولعل أهمها تلك التي تتعلق بالمعايير غالبا ما تكون مسابقات الجمال في مختلف دول العالم محطة اهتمام وارض الكل بنتيجاتها لكن في الجزائر ما تزال نتيجة كل مسابقة جمال خارج توقعات الجمهور محطة اهتمام وارض الاجتماعي محطة اهتمام وارض الاجتماعي محطة اهتمام وارض الاجتماعي محطة اهتمام والشهي